قدرت عليها قدرة منشك فيه حتى في واحد ومنحمل مسؤولية حتى واحد هكذا كان رد والد عماد الدين والد ما زال يعيش تحت صدمة فقدان فلدة كبده فلا أحد بنظره متهم وابنه قدر له السقوط في مطمورة الصرف السحي فرضية ضحضها بالمقابل بعض أفراد العائلة وحجتهم في ذلك تمشيطهم للمنطقة لاقتفاء أثره لكن دون جدوى لمشك فيه حتى واحد والحمد لله كبانت لهذه هي كمعاك ووليديني طاح ما نهر له ولكن طاح ثم والله ما نشك فيه حتى في واحد ومنحمل مسؤولية حتى واحد مسؤولية ما تحمل حتى واحد هذه الفوسة هذه عامين عامين من الجمش يقلع الطولة ويدخلوا واحدة ولا يطاح فيها حنايا 24 ساعة هذه التالية حنايا قالوا لنا خونا الفيسة جال المير وجهو دار مقلش قال خونا الفيسة نلقينا شعرين 55 يوم تغيس ليبرا تغيس ليبرا ما تصيبهاش حوسنا قاكوش نفوسها بروحه قالنا نعلو المير قلنا نخونا وشفنا وحوسنا عليها ما تكشفها بعض جيران العائلة ذهبوا بطرحهم الى اختطاف الطفل مع استحالة تصديقهم ان الوفاة كانت قضاء وقدر بل يوجد متهم متورطون في القضية ساعات منذ الاعلان عن عثور جثة الطفل عماد الدين مئة الجماهير المعزية قدمت من عدة ولايات لمشاركة العائلة حزنها الذي اصبح حزن الجزائريين كلهم هذا الانسان فاقير وانا واكفين معه غريانين بطيوة عرابة بوروبول قاعرهم واكفين معه احنا يجسا نطلبوا ان لله وانا اله راجعون هذا الود الله الرحمه وولديه الله يشاء الله الصبر والسلوان ان شاء الله سواء كانت وفاة الطفل عماد الدين وفاة عادية ام ان هناك متهم متورط في القضية فان الحلقة المفقودة ستكشفها التحريات الامنية في الايام القادمة